بسم الله بدينا وعني بيسال لنا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا صباح الورد والفل والياسمين يا صباح النشاط والحيوية والطاقة الإيجابية على أحلى صديقات وأخوات إن شاء الله نهاركم أسعد لأيام جمعة مباركة على الجميع إن شاء الله ربي يفرج على فلسطين إن شاء الله ربي ينصرها إن شاء الله ربي يعليها على من يعدها إن شاء الله ربي يحفظك الصغيرات اللي بالحق جلوبنا دم جلوبنا موجوع برشا على أوليداتنا في فلسطين وخياننا ودمنا والحمنا كنا إخوة إن شاء الله ربي يفرج عليهم وإن شاء الله ربي ينصرهم وإن شاء الله ربي بعد عليهم البلاء وإن شاء الله ربي يرحمهم يا ربي آيه مثل عشية خلاشت نقضي وإن نرجع نقول آيه نشوفش خبر آيه نشوفش خبر نرجع نحل الفيس ونقولنا لجيش يخبر حاصل إن شاء الله ربي معهم وكهوة هنا دعواتنا وقلوبنا ومن بلادنا ومن بلسطنا نحيوهم خرجت أنا البارح في خرجة كبيرة في تونس خرجت فيها إن شاء الله ربي هذا كان ينجمونا عملوه كان الدعاء وإلا الخرجة بعادا لغالب أما جلوبنا معهم هنا لبنت قاعدنا نحذر في الخزر عمدائي تعرفوني كنت فيلمة لويرا ووحت الداري رجعنا للنشاط الحيوية تستمر الحياة رغم كل الظروف رغم كل شيء أنا إنسان عمري من قيس نقول الحمد لله اللي ربي أذنى لنا بيوم جديد صباح جديد حياة الحمد لله معناتها بش نعيشوها ونستغل كل فرصة فيها مشيت للسوج لجيتي اللي بنات لك رافس على دمياء على مياء الربط حسيل أنا المرة اللي ولا خذيت أول السوج نالجيها بخمس مياء خذيت ربط جدمت لجدام لجي واحدة يا دمياء مياء مشيت خذيت من عنده كمية وقلت خليني ننقصها ونحطها نغسلها ونقصها نحطها في القونشي العتار ووجاي كان جينا البرد إن شاء الله يجينا البرد توليك الجاري نجبد من كونجيلاتور الكرافس بركة المعد مو سراني من كان نجلوش لما الكرافس راني كان جلوش قلت ننقصها ونحطها في الفريجي داي هذه حاجة خذيت طماطم زادا مرة هذه مشيت نلقى طماطم كبيرة ما شاء الله تشوفوا بعد نقرب لكم تشوفوها على الكيلو نص على دينار خذيت 3 كيلو بل فين كله نمشي للسوج ناخذ الكمية هذي كونجي نعمل لها تصبير تصبير في الدار بطريقة صحية من غير معنتها لمصبرات لحد شي هنا زادا عندي المعدنوس خذيت المعدنوس المعدنوس خذيته على 300 ما كنتش تصورت لكم من حقيقة اما انا طيبت مش طيبت مش طيبت عملت شباتي ليا وبحكم عملت لحمية داماكلة بالبرشني نهارا ذي عمتل بنوية بالبرشني وليت من اكلوش لأني أنا لحم البرشني وليت عملت شباتي اذا كعليش مش طيبت للمعدنوس قلت مش نعمتها نتعشى منو الشباتي ما نجمتش نفطرة خطر كي نطيب بالحم شنران مو ما نقربش للطنجرة انطيبوا جي الماكلة بنينا وليت حبو انتوما كيما شوفتوني جداش نمره نطيب حاجة كيما المرقة تقنوية كيما الكسكسي كمالي هو اما انا منظو جيش هنا مش نقصة والله جبت المقصة لبناء اسهل وقفت ماني تعودت على القضية وانا وايك فمنجمتش نقعد وانا نقضي الحمد لله يا ربي وشكره لله على كل اني عم قال لي لا تحصى ولا تعد مش نعطيكم زيدة لبناء اسوام الخضرة بصيفة عامل اليوم الابصال كي مشيت يعني النهار اللي مشيت فيه هنا لقيت الاسوام طالع مع انت مليكنت ناخت في الكيلو نص زوز كيلو على دينار ولا الكيلو على ستة شنمية يعني بداي يطلع طوالبصل نعرش يقرب الشتابش يبداي يطلع لبصل يوصل حتى الفين اذيك الصوم بتاعه مافيش ما يتصبرش لبصل يمكن ينجم واحد ياخذ كونتي تيوي غلا ما لا ما تصبرش ولا يحط في الفرجداء في بالي هكا يتحط في الفرجداء قولوا لي لبناء تحطوا لبصل في الفرجداء ولا لا اما صيعة طو غلا ولا ستة شنمية ما زال على الفين هنا ادخلت للكوجينو وما ادركها ما الكوجينو عندي جافالي اللي بنيت ما انا جمش نتحرك كم بيه اذاك المساند الرسمي للقضية في الكوجينو ايها بشو نقولكم حاجة اخرى موجودة لجيت هنا حاجة كون دبوزة منقوبة والليت رجعت نقصت خليت حد كيك دي دبوزة زيت بلار فارغة كنقولكم على سويم الزيت الزيت انت عم نول كيخراش لجيته على 22 لترا عد جوتوكم بالنعناع اللي بنيت النعناع دول جيت اسويمو بيه برش يقولك الخمسة رباطي بديه نار فما واحد اخر يبيع هكا رباطي الاربعة اللي دي نار فاللي بنيوي هكا تتشيح ولا تخلي في الدار والكل هوقيت مع انت الصوم به في السوق تقولولي فات مني انتي تقل دي ما نقولكم راهو بب الفلة السوق اللي نمشيله اللي الحق نلقى فيه لستويمو بيه ومعقول بالناسبة هذا للخضرة الغلة كيف كيف راهو انتي والوقت معناتها دي ما نقولكم راهو مش كيما رأس الشهر تبدأ لستويمو فيه طالع يعني وانتي مضطرة تقضي في رأس الشهر مثلا خضرتك اذا وفد مش تقضيها فيها حتى كلم اما نحكيكم على سير ليام كيما تتوه احنا اليوم قديش في الشهر 13 ولا 12 اي حصلوا مش نهارة اللي قضيت فيها نية اليوم وننسجر لكم نهار 13 فترقي لسويم طيح شوي ترفق بينا لسويم شوي اذا عندك حاجة بيش تعاوليها ولا بيش تصبريها خوديها في الوقاية تذي شو عدك الدبا يرديني نحكيكم به اه تعرفوني في الاقتصاد لبنات عندكم اتحكوا معي انا غصلت ممعينات لممعينات كلها رميتها بعضها عندي دبوزة دي الزيت كنتو كبراني ما نعبي فيها الزيت الا ما نغصلها غانيكون مرة نعملها ضريبة حتى نحل من كمل معوني نوالي نحلها من داخل لانه فيها الزيت بيش ما تزايت ليش نخمم لبنات اكل باب بيه ذاك اللاصق على الفايانس اني نبدله ريت في الانترنت اه فما واحد يبيغو فيه لون فاتح انا عاجبني اقبله دي ما نقول اسكو زا ما نلقاه كي ما كالفايانس متاع الزمن الجميل نقول انا لقيته اه حاطيني دورلي 3 مترو على 15 الف اه يعني وانا نستحق تقريبا كوجينا دورلي يا سبعة مترو يا تسعة مش عارفة لا مش تسعة دورلي ستة مترو كان صدقني ربي نسيت عم نول قداش عولت عم نولك عملت وقداش عملت فيه يعني كان ستة مترو حكاية 30 دينار تكلف لي تبديل الكوجين وهني مزلت انفكر الحصيل وهنا عندي طماطم دواجبتها بيش نغصلها غصلت حطيتها هنا نظفتها نبدأ كاكا نحيلها في كل واحد لخضر متاحها نحطها في كس كيس تستقطر ونره طماطم لنزيدها لماء لنزيدها لمكونات اخر لنعمل لها حد شي تنجموا فما حاجة تنجموا تنجموا تزيدوها رفا طماطم تنجموا تزيدو لها فلفلة حمرة جرينات فلفل احمر راي تبننها وتحرحرها وجبالكم ما شاء الله كي تحبوا تنجموا تزيدوها زد شوية ثوم أنا على خطر بش نصبرها خليها ناتيوريل ناتيوريل فها كانت طماطم وكهو ومبعد كي نجبدها ديريكت نرميها في طنجرة متاهي ووطع وني بالكداء وجينا شتاء جينا شتاء نعمل أنا ماكلها خفيفة حتى في شتاء نعمل بتكم اللازانيا والبيتزا وحتى صوص الماقرونة نعملها الحق في شتاء ببارشا يعني فهويني ولا ماقرونة جاري فجي فيها حتى المرقرة فما مرق مثلا كيما المرمز ولا كيما المرقرة الجنوية بطماطم الخضرة جيبنينا به توبش نجيب المقفول أذيال جيت وكله أصفر أبارامونام طيبة في حاجة فيها الكوركم ولا غليت في حاجة فيها الكوركم تفكرت أذيالبنات ديما نعمل فيه راس البروكلو ديما نحطه غادي كيال أو هنا نرجع نخلي الجافيل هكا يتنفخ المقفول ونرجع لك تبيبيزا كل مرة نحقها شوي خطر هذيك تشد مع الفابر مع الزيد تقول لي لازجة برش مناش ينكملهم عندي كعبات أخرين طيبين كنت فصلتم على الأخرين لأني بيتهم ليلة البرة قلت يمشوش يفسدوا لكعب الأخرين لأنهم طيبين يا أخي هاني صبحت ورقلتهم الكل مع بعض هذي هو المقفول المنتهي ضربة جافيل ما تقعد لي حتى حاجة لبنية صحيحة من كذر استعمالي للجافيل باش كله يتضرب لي بالجافيل هاني نلبسوا معناتها الله غالب يسدني نلبس في التصفير مش مش اننا نقعد بحاجة هك مضروبة كلها جافيل أما كانكم علي هنا وقت نجي داخلك وجينا نلبس مريول مضروب الجافيل ونخليه هو كيكة نقضي بيه المهم هنا حطينا الطماطم بعد ما سقطرتها نجيب هناك عب الطماطم ونبدأ نقص فيهم هكيكة على ثنين نحلهم من نحي منهم حد شيء دجا ورته لكم طريقة ندعي في تصبير الطماطم فمشكون جربتها وقالت لي يرحم مولديك وعشبتها الطريقة ومعناتها ممكن يسر للناس بجي تستعمل فيها أنا طوما نستعمل هاش خاطر الطماطم ما زال ترخيصها كما ان الطماطم ما زال سومها مرفق نولينا نخليها أكل كميات هذي كان نجل نخبي نخبيه ونستعمل ديما كنمشي جسو بناخذ جديد ونطيب به وكل اللي كان جلته هذا كان نستحفظ عليه كان نحيانا ربي بخي طو ناكلوه كان ربي معناتها مشو نكتبنا ياكلوه غيرنا ويرحمو علينا وان شاء الله بصحة وبشفاء لليك لاكي ما تعرفوها كلامتي باي هناش نكملهم كل هذي هي الكمية جتني براسك مقفول حتى هي أظم اللي بنات رأي ثلاثة كيل معني قلت يا كمراني خليت ثلاثة كيلو بل فيه يانو كيلو ونص على دي نقر هنا رأي نضيف الكسكس واللي تقول تاي خلنا عمله ضربه بالرغوة يانو محطوط فيه كانت طماطم اما قوم ماء وطماطم كي تتحطم عن نموس معنكم مش فكرة تعمل نموس واحدة الخضرق كل رأي تملك من نموس صغير هنا تواقق أغسلت تقولولي فتن متغسيش كرافس بعد ما تقصها اليوم أغسلتها بعد ما قصيتها دي ما نجوكم الخضرق خلوها كاكة تبدأ ورج انتوما حتى انتوما تنصحوني خلوها ورج ارمو حطوها في حاجة واسعة حطوها الماء حطوها شوية خل خلوها هكا تتنفخ شوية وبعدين نحوها سقطرها وقصوها على رواحكم توا البناتة دي كان بعد نخليها تتستغطرهم بعد نحطها في الصشيات نحطها في الكنجيلاتة مقالي متاع يعني حلت لهم حكاكة انتع معون حكاكة حديد طيبش نبدأ من نجمش اخذره كيفاش ريتو المعون يزمني دي ما كنترول عليه وخاصة من لوتا المقلع اذا تحرجتلك بالزيت من لوتا ريت هلكت اهاي شوفوها كيفاش نخرج ما نحبش المقلع تبدأ دي ما المعون يبدأ كنها جديد جولو فاتنا تشكر في روح والله يش هي رو كل واحد وكيفاش انا دي تواكي تسلموا عليه دي حرش من تلمو البرودويش يميكو بالحكين المعون نعطيه كأنه اخر مرة بلش يتغسل فيه نغسلوا بالقداء عندي فاتم نحبش المعون اللي فيه حاجاتكم ريحة زفرها نشم نشم المعون برش كل حاجة بشي لستعملها نشمها وينزم تبدأ مكروضة بالجافة وعندك القضية في الدرما انتا هو النجم نخليه لكراه ولبنانتا مدة من نظفش نبدأ مثلا ليه مش من نظفش يعني مثلا كي نقول احنا التسييق ولا حاجة اليوم نخليه اما وقت اللي نقوم للدار نعطيها الصحيح مش مكولكم حاجة اني منيش كل بيوم را اكرد 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 خطر ما عنديش ما عنديش الصغار اللي بشي مصخو ما عنديش اللي المشي برشة راجلي يتحرك في بلاسة وكهو يعني ما عنديش كل كوجينة نستعملها بحكم التطييب والكل سينو ما عنديش برشة هراجو في الدار يعني حاجة كي تتنظف وتتخمل تقعد كيف ما هاي اسرتو توجيه جتيه مش كما الصيف الصيف موديمة شبابة محلولة والغبرة برشة الصيف اكثر نقضي فيه اما في الجتيه تبدأ الدنيا مخملة منظمة جسد الزواورا نخرج لشمسة اكثرية ونكنس معنتها بالاسبيراتير نجبدو كل ومسحة بسيطة خاصة كي تبدأ نهار جتيه اذا داري بارتيري نضيف وكلها ما نفلتها معنتها التسييقه ولا المسحة ولا حاجة مش يوميا ها نقولكم الحق اما عزكم الله تواليت ايه منظفها هنا لبنان عندي الاطمط بعد ما كملت بردت خليتها بردت كومبليتما ومبعد جبت هنا ارحيتها اهاي ارحيتها شوفوا كيفاش خرجت والله ينشن فيها في ريح مبنها يا لبنان الاضاءة توزن المشوية خطرية حمرة جدت حمرة ما شاء الله هاتون شوفوا حتى هنا الكاميرا كيفاش محطوطة يعني هنا قربت لكم حطيتها في الساشيات جتني اللي بارك تسعة ساشيات والمرة الاخرى كان صدقني ربي تسعة ساشيات زاد يعني عندي ثمانتاش نصاشي وزيدهم مقبل يمكن عملت معنا تتبركر له معناتها اكتر من عشرين ساشي يمكن اكتر حتى من خمسة عشرين ساشي سمحوني على صوتي لبنانترا والصوتي جملا رايح ضاع ضاع في وسط السفر هنا هاتون هم الصاشيات توبش نحطهم في الكنجيلاتور ونمشي شوفوا الأوكلة دي طيب تقبل هاني توبت مسجلتها معاكم لاني عملت مرقة جنوية وانا زادة اخر مرة عملت فيها قبل صورت معاكم مجمع الاخرى مرقة جنوية فما صورتها لكم بشأن ما دية عندي المرقة دية اللي عملتها الأوكلة دية والتي تسجلتها هي مسجلة في التليفون والتي تحطت هيلكم تعرفوني راهو الصراحة اللي فم فم به هنا جبت الدجاج حطيت معها لبصل لبصلة بي طورها وفم لبصلة لحمر قصيت معا ديما المرقة نحب فيها البصلة تعطيني هكا قوب نين ياسر وتذبال وتبدأ المرقة معاها تلنج البانة لوبيا عدس اي حاجة ازاي وتلقي معاك البصلة ذايبة بنا اخرى جبت هنا دجاج او هنا دجاج معا البصلة معا اللوبيا الخضراء اللوبيا الخضراء عندي طرف مكنجل قلتولي ما تكنجلي شيء غالب وقتها اخذاء حمايدة كمية كبيرة ولت كنجلت منها شوي اما دي بريفيرانس ريادية ما تكنجلش منها الأفضل هنا ما تكنجلش هنا لو لاحطوا اني ما فوحتش الدجاج مثل فوحوا البصل يعني بشو نفوحتوا كله مع بعضه هنا حطت الكوركم حطت الفلفل مرحي احمر نحط الطابل والكروية ونحط الفلفل لكحل ونحط شوي ربح بيان صيرو من كثرة اشانا من الحاجات المالحة خليها تتجلى شويه هكا تعطي الريحة شوي دجارة وهي كل الوحدة فيها الماء نصب عليها شوي هنا انا مو نصبش حد جايش لانو الكاميرا مش مقابلتني لاني انا ليه هي معانتها بالكاميرا بي وهنا نبدا نصب بيكا نزيد بشوي بشوي هي راي المرجة جينا للمون نصب لها بشوي اما بما انو كوكوت وبش نغطيها مانيش بش نزينها يعني مانيش بش سكرها مش خليها مغطية وكهاو هنا حطيت طماطم معجونة وحطيت الهريسة العرب نخليهم هكي يبقوا مع بعضهم نزيدهم الماء ونغطيها ونخليها طيب لنطلع ريحتها ونطلع صوتها ونعرف اللي هي يا صي تولي المرجة بتاعي حاضرة يلا باي باي هانا رجعنا لها التو شفتها هنا ها واني بدت تتجرر في زيتها ارميت لها جرينات ففل الأحمر ونودكم ولنشاهيكم واشالله قسمكم منها الناس الكلة في الجنب من قبل ما تاكلوا نحبها حطى المرجة اللي باي خضرق بل ما كنش نحبها حبتني فيها للا للا تعرفت طيبها بالجداء واول مرة كليتها كليتها من عند للا خطر ما منحبهاش انا عادتا كليتها عند للا عجبتني برجة وليت حتى كي تعيطلي اضافة نتفكر وانا نقرة في الجامعة تقولي فاتن شون طيب لكم نقولها مرجة اللوبيا خضرة هذي هي مرجة اللوبيا خضرة حضرت وديتكم بيها ومشاهدكم وانشالله قسمكم الناس كلها في الجنة الاضاءة مانيش عارف عليها كيفاش خارجة ها يا ابنات الفترة اللي فاتت قسوكم راهي الرينج لايت متاعي ما عادش تخدم وقل كان وقتها اللي حكاية نحكي فيها قلت لكم راهي الرينج لايت متاعي معاش تخدم وقدش من مرة يصير ريسك بش انه يطيح لي التليفون هذي هي اول واحدة اخدمها لي حميدة بش نبدأ وقتها نصور هذي هي عزيزة ياسر عليا وباقية عندي وما نجمش نسلم فيها شوفوها واني كانت في السطح حبطها نصور بها كي نبدأ في السطح ولا نبدأ في بلاسة لانو هذي هي كنصور بها البرة تطيح لي بالريح ولا باللهواء وطيحت لي التليفون مرة وتكسر لي هذي هي الكعبة اللي عندي اخوزرول صي معادش ولتطيح رغم انها لحمناها رغم انها قديناها لا لم يعدش تخدم يعني معاش حاجة باهية هنا هوا ديجا ملحومة راهي من هنا ديجا واني ملحومة تلحمت لي قداش من مرة وحطيت عليها فلوس قديتها من هنا باش معاش تطيح لي التليفون يطيح لي التليفون ونخسر عليه كما تعرفوا لا في شارك يتضرب حاجة صعيبة يسر يعني صرفان فيه فدي معاش تشد يعني معاش تركح جملة ولتها دي معاش تركح جملة جد من كبسها هي راهي مكبوسة عاللخ ها مكبوسة مكبوسة عاللخ اهاي مكبوسة عاللخر اما معادش حاطة ومرخوفة كيفية هكتت حل وانا كنت نعمل لها هكتت زي اهاي اهاي عاللخر هاك اما هي هاين زينا عاللخر اما معادش تخطي إنتبه واحد فاديك تمام بها أنا جديد لاسعم الحمل التروي only عام بانتو سوف تتحدث او حجam فعاللخ طوال陀نا غير لديك السيد فعلي كيف فاره اقاعد شريعا وربي يبارك له ويعطيه صحة لبدن وحاب يعمل هالي هيك سوربريز ربي فرح وربي خليهول يا دي شنو نقول مش نقول لكم مفهمش هكتنا جريز بين بعضنا ولا الحيات غردية لا أما ملح الحيات أكل الهرج اللي بيناتنا وكيودني يقول لكم المقتل نحكيكم لكم المواد ده فأنا فرحانة برشا بأنه هو تفكرني وحبيت نحييه خلال الفيديو دي نقوله ويرحم ممتك ويرحم باباك ويرحم الأرحام اللي تخبط فيها وهنا فرحانة برشا وهذا مساج لي وربي فضل خنواريكم مرشنوها الوحدة اللي نصور بها جديدة اهاي لبنات هذية هي جديدة شوفوا من هناك كيفية تعمل تعملها كيك اهاي هذيك مش عتيك الإضاءة وهنا تطويل رح ها تبدأ هكا تطويل تضحط تصور به انا هكا تساعدني في الكوجينة خير اهاي تساعدني في الكوجينة خير بيسر من اني ونحبها قصيرة نغطي المعلومات هذية هي اخذ هالي حمايدات مع الوخرة ملانتر مات خلحيها هذية انا مش اول انا نحلها والله مش حيلة نعارك جاعدة نويات بلق من السافر نستخدمه جاعدة طبي نضح من عليه nosotros نضمح جاعدة على مكتب قمرة من رؤية مكتب تمام و ضح قامة الكود قلت لنحب كيف نضيين بها مطلع يجو معنافتها في الواحد حكيته اني انا عجبيني اني انا حب ان اخذ منها صراحة هو مكانش ملعكتين وعمالي سوربريز تادي هو تاوي بشو نشوفها يا رب شوفها فلانتو قمت بتاوي بشو نشوفها مني يجب به وهذه هي قالي انا عجبتني والله كنت قلتش بها القطيرة واش بها طلعت لها مشقصي اهيى لبنات هذه هي المرجوم المرجوم يا صديقاتي 4 متر وذيق تاكل وار اهوى لبنات وراء اهوى لبنات قلت لب ربي توكي باش بشو نصور ونوري شنو وهي الحاجة انا حبيت عليه سوف نوري هولكم سنبتار هذا هو خذو لي حميذة وقليا نمسيا احبه اعملها كعدد كومانت وجاء وقت لنا في الصفر احب الفرح لي فرح قلبه شوفوا محلية نحبتنا اي حاجة انا الحاجات كي ما قلت لكم اري اي حاجة زمنيت ونسية انا نحبها يجيني بالضبط مع كل وراء متاعي ابنتا هاو نجي نوريكم هذا هو عرض 4 متر هذا هو مزال على ثنين ثنين على ثنين يتحل هذا هو كيف يكون بالضبط مع الكلواء أحبش أن نفرش وتو أحبش أن نفرش وتو أما ها هو كيف يأتي توفش تاق ما شاء الله فأنا نرى الآن في المترنان لا تعفوني فاهم فاهمونة و أحبت هذه الحياة فأنا فرينا فريد أن أتقدم و أحب المرغوم و نحب الروج بالأسفة عام لأنها كنت ياسر في مخي وقت تاشترا لأنها كنت تحت موجودة لأنها كنت تحت موجودة و تحتاج موجودة و تحتاج موجودة و تحتاج موجودة أهاي مريتو أهاي شفتوا لبنات فرحانة بها بارشة 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 بسم الله جني بالضبط كأنها معمولة للكل ورمتها جني بالضبط بالضبط مع الكل ورمتها الحمد لله وشكره لله إن شاء الله يكسبكم الكسب بالحلال الرزق الحلال المبارك هذه هي التي لقيتها يستنى فيه إن شاء الله عوضنا خير وفرح ويسترنا ويبقى علينا السدر وهم حاجة في الدنيا دي نبدو مستورين ونبدو متهنين في دوراتنا إن شاء الله ربي يبعد علينا ابنات وأولاد الأحرام إن شاء الله يحفظنا بحفظه إن شاء الله يبعد علينا الحساد واللي يبغضونا على أقل حاجة إن شاء الله يبعد علينا بعد اسماء على الأرض يا رب العالمين نقوله أمين لأنه نحن متولهين في حويجنا وكل واحد فمشكون متولهي بي رأي هذه هي الدنيا إن شاء الله ربي يبعدهم علينا يا رب العالمين بقوله أمان الله وفي حافظ ربي ورعاية والناس ان شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد اشتركوا في القناة